بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب. ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الخامس لمكرر النظم بالمعادد الدقيق. الجزء بعنوان وان بيت ميموري اند كونيكشنز وز ماكرو بروسسر. هنشوف مع بعض. بنقول احنا هنتكلم يا جماعة عن وان بيت ميموري. يعني ايه وان بيت ميموري? معناها ان الانبوت اللي داخل على الميموري والاوبوت كمان هيبقى وان بيت بس. وان بيت فقط. يعني ايه? بص معايا كده. لو انت عندك دي ان ودي قوت. الداتا اللي داخلي هنا وان بيت. والداتا اللي خارجة برضو هيبقى وان بيت. طيب لو انت تفتكر في الاجزاء اللي فاتت احنا كنت بنتكلم عن ميموري الداتا عندها كام بيت مزبوط تمانية بيت. طيب. في الجزء ده بنتكلم عن ميموري الداتا بتاعتها اللي بتتعامل معها وان بيت بس. طيب لنفرض ان احنا عندنا نطاقل ايه? الداتا من دي زروح حتى دي سيفن. يبقى احنا محتاجين محتاجين كام ميموري عشان يخدم من دي زيرو دي سيفن. اه صح محتاجين تمانية ميموري. بمعنى ايه? بمعنى احنا ممكن نخصص ميموري للدي زيرو. تتعامل معها. ميموري كمان للدي وان تتعامل معها حتى ميموري تتعامل مع مين مع دي سيفن. يعني قدامنا كمان ممكن نضيف دي اتنين. مش كده? تتعامل معها ميموري كمان اضافية. دي ثلاثة دي اربعة حتى دي سيفن. طيب. يبقى هذا معناه ان ايه? ان هذه الممر تتكون ايه? تتعامل مع وان بيد فقط من الداتا. وكمان ها? ممكن نضيف عدد من الممر اللي قدامك ده عشان يتعامل من دي زيرو حتى دي سيفن. طيب. هم مشتركين في ايه? في حاجة ايه? ايه هم? نطاق العناوين. يعني مثلا كل واحد فيهم من ايه زيرو حتى 11. معناه ان النطاق العناوين. اللي هي ايه? اللي هي الادسليينز اللي بتشور على الممرو لوكيشنز من ايه زيرو حتى ايه 11. نظر لان حدمهم 4 كيلو. طيب. اذا متشابهين في نطاق العناوين زي ما انت شايف من ايه زيرو حتى ايه 11. من ايه زيرو حتى اله 11. لكن مختلفين في ايه? اه مختلفين في الداة اللي داخله لكل واحدة والداة الخارجة منها. طيب. وخلي بالك كمان. هو بيقولك هنا كمان سيباريتد انبوت اوزوف يعني سيباريتد انبوت يعنى انت عارف Haha يعنيandy غير مشتركين في الانبوت ولا في الانبوت طبعا ليه ؟ لان الانبوت مختلف لكل واحدة فيهم ول succulent them كان مختلف ميش كده كل واحدة مختصة بابقة الخارجة منها بس مختلف عن التانية طيب ولكن مشترك ان Sunset مشتركين كمان في ايهThey mostly? مشتركين في الانبوت CF وOL و completa contacts وosiباريت stats و points معايا جماعا اذا فهمنا يعني ويتتصلوا مع بعض كيفية الاتصال والأجزاء المشتركة والأجزاء المختلفين فيها طيب نشوف تعالى مع بعض كده نشوف هيتتصلوا ازاي بالميكرو بروسسور هذا الميكرو بروسسور بتاعنا هون وقلنا بفرض ان احنا عايزين نربط الميكرو بروسسور دوت بمين بي نطق العناوين اللي اتفقنا عليه دلوقتي اللي هو وان بيت مموري معناها ان يبقى عندنا الوان بيتس مموري كله مشتركين مع بعض فوان سيليكشن واحدة بس اللي هي خارجة من مين من وال واحد شايفين السيليكشن بتاعها وهي السيليكشن ده بيتحكم فيهم كله وكأنها جماعة شايفة المموري دي كلها وكأنها ممور واحدة يعني بتتحكم فيها وكأنها مموري واحدة فقط يبقى اذا جماعة في هذا الشكل قدامك بيوضح تماما ان احنا بيتعامل معهم وكأنها مموري واحدة لكن كل مموري جزئية منها بتتعامل مع مين معاداتها مختلفة طيب ده بالنسبة لمين بالنسبة لطريقة ايه كونيكشن البروسسور بمين بايه الوان بيت مموري طيب انا نفرض برضو ان هذا البروسسور يريد الاتصال بمين او يرتبط بمين بايه بشب اخرى وعليكم مثلا بايه بروم يبقى اذا ممكن نخصص له سيليكشن من واي زيرو حتى لمين ها حتى الايه بروم علشان يقدر يتعامل معها ويقدر يتحكم فيها كمان يا جميع جميل خلي بالكو بقى ان الاتا باص اللي قدامك ديت بتخدم كل من كل من مين كل من الاتحيبس اللي قدامك لون بالمون والبات مموري وبتخدم كمان من الابروم يعني شايف الداتا باص متصل الداتا باصد ده مين يا جماعة متصل بكل بت من دي زيرو حتى دي سيفن لكل رام لكل RAM على حدة وكمان متصل بمين بالإبروم ويخدمها من DZRU حتى D7 لكن الفرق ما بين الإبروم دي والرامات دي كلها أن الإبروم اللي عندك ده هي هتتعامل مع DZRU D7 كلها على بعضها لكن نطاق الممر اللي قدامك ده كله لا ده كل ممر من دول هتتعامل مع مين مع وان بيت فقط لا غير فيما إيه هتتتعامل مع مين مع الداتة بسطة إذن يا جماعة عرفني عن E1BitMemory وكيفية الاتصال وكيفية اتصالها بمين بالMicroBroscessor والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته